موسيقى وكثيرا من الناس مهتمين في هذا الموضوع فإن شاء الله ستكون حنقا حلو يا دكتور إن شاء الله نقدر نقدم حاجة مفيدة للسادة المستمعين طيب يا دكتور بالنسبة يا دكتور حنبدأ بمسألة الألام المزمنة للظهر إيش أسبابها يا دكتور طبعا الألام تبدأ هي بما تكون مزمنة بالتحديد في البداية ولكنها بتكون خفيفة ومع الإهمال مع التراكمات مع أغلب الناس مع انشغالهم بالحياة انشغالهم بأعمالهم بيهملوا الجانب الصحي من التزامهم بتعليمات الجلوس الرياضة اليومية الرياضة الأسبوعية السباحة ما بيروحوا بيراجعوا مع الطبيب بيشوفوا إشه المشكلة بتتراكم هذه المشكلة على مدى السنين حتى أربعة خمسة سنوات يروحوا بمتأخر للطبيب على أساس ياخدوا تشخيص ويسووا إشعاعات بيلاقوا الأدوية ما بيتستجيب لأنهم تركوها فترات طويلة الفترات هذه الطويلة هي اللي بتحمل الألم البسيط اللي بيجي في البداية إلى ألم مزمن يصعب علاجه وتكون طرق علاجه شوية أكثر من الطرق الاعتيادية وحيانا نلجأ إلى الجراحة عشان نحل الموضوع فهو الألم بالضبط اللي ياخد اللي ياخد فترات طويلة وتتراكم مع الوقت ليش دائما نسمع أنه الناس عنده آلام في أسفل الظهر بخصوصا؟ آلام أسفل الظهر هي موجودة من قديم الأزل ولكن الآن أصبح الموضوع يعني شوي خلينا نقول السائد وشائع أكثر لطريقة الحياة حقتنا لطريقة الضغوطات الحياة اليومية السترس اللي عندنا موجود استرس العمل استرس الجلوس على المكاتب فترات طويلة نهيك أنك أنت كثير من الناس عندهم مناطق أو مكاتبهم غير مهيئة بجلوس اللي فترات طويلة تمتد إلى 12-14 ساعة أحيانا بتكون يوميا من غير حركة في ناس يشتغلوا في الستوك ماركت في ناس يشتغلوا في البنوك في ناس يشتغلوا هو ملزم في ناس يشتغلوا في محلات استقبال وما يقدر يتحرك من مكانه وهذه عدم الحركة اللي تنشط الدورة الدموية تنشط وترخي العضلات بتعمل تشنجات فيما بعد والتشنجات هذه بينتج عنها آلام أحيانا تكون آلام بسيطة ولكن الإحمال هو اللي بيخليها آلام مزمنة وتتراكم وتكون يعني تحتاج إلى تدخل الطبيب لمساعدة هذا المريض عشان كده نشوفها في كبار السن أبتر نشوفها بالضبط في كبار السن لأن حركاتهم أقل دورتهم الدموية أضعف يجيهم هشاشة العظام العضلات الضعيفة بتخلي كل التركيز على أسفل الظهر الوزن الزائد مع عدم ممارسة الرياضة لكي نحن دائما ننصح الناس أنه على الأقل على الأقل لو تحاول تمشي ثلاثة إلى أربع مرات في الأسبوع وأربعين دقيقة بتكون جدا جدا مفيدة طيب بما إننا نحن نتكلم على العمود الفقري أو الظهر ممكن تشرح لنا إش هالسكوليوسس السكوليوسس هو عبارة عن إنحناء باتجاهين في العمود الفقري على شكل حرف S هذا حرف S أحيانا يكون التواء جانبي وحيانا يكون التواء للأمام بحسب النوع الالتواء اللي موجود بعض المفاصل اللي تربط فقرة فقرة بيكون عليها لود أكثر من المفاصل الأخرى فبيتسوي لنا مشكلتين مشكلة في الشكل العام للعمود الفقري وبالتالي للجسم ومشكلة في لود أكثر على بعض المفاصل اللي بتربط الفقرات ببعض ويكون اللود هذا كبير يعني كمثال خلينا نقول واحد واقف ولكن مميل على ركبة أكثر من الثانية مع الوقت الركبة هذي هتبدأ تعطينا تنبيه أنه لا غير الوضعية في السكوليوزز ما عندنا تغيير وضعية لأنه كل شيء مثبت فمهمتنا بتكون أنه نحن بنصلح اللي هو حاجة نحن بنسويها الساجة البالنس اللي هو استقامة العمود الفقري بحيث الفقرة الثانية تكون نازل على وسط الحوض فهذا هو الاستقامة اللي نحن دائما نحن نسوي لها أو نصلحها مع هذون الناس طيب هل بيكون يعني ظاهر يعني الناس تقلل تنتبه أن الشخص هذا عنده سكوريوسس ولا هو شيء مرة سؤال مهم في بعض الأحيان ما نقدر نلاحظ على الناس لأنه بتكون بدرجات بسيطة وهذه الدرجة البسيطة بتتسوي آلام شديدة ولكن ما بتكون ظاهرة على بعض الناس فنشوفها بس في صورة الإشعاعات أما في بعض الناس بتكون جدا واضحة وتكون هذه الدرجات متقدمة وغالبا تحتاج تدخل جراحي في الحالة هذه يعني إيش بيكون المريض كيف بيكتشف بسبب آلام معينة في أسفل الظهر آلام تكون متركزة في وسط أو أسفل الظهر أوكي كده يكون التشخيص جميلة دكتور طيب هنروح على محور آخر في حين هنخش على موضوع المخل العصاب خلينا نتكلم على مسألة جراحات الصداع أنا هذه أول مرة أسمع فيها لما أتكلمت معك في السابق دكتور إيش جراحات الصداع؟ في عندنا أنواع كثيرة من الصداع عندنا الصداع التوتري عندنا الصداع العنقودي عندنا الصداع المايجرين للمتعرف عليه بالصداع النصفي عندنا أنواع من الصداع اللي هو يصاحب تغير في الهرمونات وغيرها يعني هنبض هذه الاشياء الشاععة اكثر أو أكثر واحد اللي هو صداع التوتري بيكون في جانب معين حول العين طيب إلى أسفل إلى أعلى الراس على جنب الراس وتكون نتيجة شد العضلات العضلات المشدودة هذه بتضغط على العصاب اللي خلفها كل عصب يعني كقاعدة أو كبرينسبل كل عصب بيمشي حوله الشريان إذا هذا العصب تمدد طيب هو ضغط الشريان ضغط على العصب ينتج عنه آلام الشد اللي فوق للعضلة بيزيد الموضوع سوء فبيضغط على العصب فبيمتد الموضوع وبيصير صداع نصفي أو صداع توتري فجراحات الموخ والعصب جراحات الصداع النصفي هي بالضبط خلينا نقول محاكا لما يقوم بالشخص بمعنى الشخص يروح للمنطقة اللي فيها الصداع ويحركها سواء في الجبين ولا حول العين هو بيحاول بهذا الطريق أنه يبعد الشريان عن العصب طيب بعمل المساجر البسيط هذا فإحنا بنسويه جراحيا بنبعد الشريان عن العصب فمهما توتر الشخص أو مهما ارتفعت ضغط عنده أو مهما ضغطت العضلة طيب الشريان أو العضلة بعيدين عن العصب فهو مرتاح فحتى لو بدأت الهجمة ما تكمل أكثر من خمسة دقائق أو ربع ساعة وبنقدر نقلل الهجمات من عشرين هجمة أو ثلاثين هجمة صداع إلى اثنين أو إلى واحدة هجمة في الشهر كله فنتيجها جدا رائعة وإحنا الآن بنسويها تقريب من أسبوعيا في المستشفى بنتائج مرة كبيرة طيب متى يحتاج مريض صداع أن يسوي العملية هذه إذا كانت الهجمات ما تستجيب للعلاج وفي نفس الوقت أكثر من عشرين إلى خمسة عشر هجمة شهريا بتأثر نقول على quality of life quality of life اللي هي جودة الحياة للمريض سواء في العمل أو في البيت متى ما أثرتها متى ما أثرت الصداع على جودة الحياة نحن بنروح لهذا النوع من العلاجات خاصة وإذا ما استجابت للعلاج الدوائي طيب إيش الأسباب أسباب صداعاتها تكون وراثية أو مكتسب كثير منها وراثية كثير منها وراثية في أشياء منها مكتسبة في ناس يددتهم إجازة وراحوا البيت أرتاحوا هذا معناه أن الصداع اللي عنده هو توتر شديد أحيانا بيحصل في العمل أحيانا في عندنا التهابات معينة بيتسوي الصداع التهابات في أحيانا في الشريان الجانبي اللي في الرأس ممكن الواحد يمسكوا حتى أو يلمسوا بصبعه أحيانا إذا كان فيه التهاب هذا التهاب يسوي الصداع في عندنا شريان وعصب في الخلف يسموه الأكسبيتال نير أو العصب القذالي هذا العصب إذا انضغط تحت العضلة وكان فيه شريان جنبه ضاغط ينتج عنه برضو الصداع والصداع يكون مختلف إنه يجي من الخلف للأمام وهذا برضو له جراحة عندنا برضو جراحة الأسبوع الجاي لنفس هذا العصب صلوناها في السابق على مدى خمسة سنوات الآن بنجاح جدا رهيب يعني الألم بيكون حدة من عشرة عشرة أو تسعة غير مستجيب للعلاج بينزل لواحد أو زيره حتى ويكون هذا يعني ماسي بيمبروفمنت تحسن مرة كبير للكوليتي أف لايف حق المريض جودة الحياة لهذا المريض جميل ومحور ثاني مرة مهم من نسبالكم والمشاكل ما بعد الجلطات لو تتكلمنا عن مشاكل ما بعد الجلطات طبعا الجلطات هي من المشاكل الشائعة واللي بي تقريبا كل طوارئ يعني بيستقبلها بشكل يومي ثلاثة إلى أربع مرات أحيانا في اليوم عندنا خدمة مرة مميزة في فقيه أنه عندنا على قولهم فرقة للتدخل السريع اللي هو إحنا بنحاول فيه خلال ستة سبع ساعات نعالج هؤلاء المرضى المشكلة في الناس اللي يكونوا بعيدين عن المدن أو ما يلحقوا يتعالجوا أو ما يلحقوا أنهم يتكلموا مع الطوارئ أو تكون ردة فعلهم لقريبهم أو شوية متأخرة فبتنتج عنها مشاكل المشاكل اللي إحدى هذه المشاكل هو تيبس العضلات تيبس العضلات هو عدم القدر على انقباض وانبساط العضلات بشكل إرادي فاللي إحنا بنعمله لهذول الناس إن إحنا بنركب لهم مضخات داخل الجسم بترخي هذه العضلات تكون موصولة بدوة معين فوق الحبل الشوكي على أساس إنه يرسل إشارات عصبية إنها يترخي العضلات في استطيع بعدها المصاب بهذا النوع من تيبس إنه هو يروح للمراكز العلاج الطبيعي وفي نفس الوقت يبدأ المشي ويبدأ يتحرك وإن يقدر نسوي له علاج طبيعي من غير ما من غير ما تكون فيه نسبة خطورة على العظام بالناهية لا سمح الله تكون متيبسة فما تقدر إن تتعمل له علاج طبيعي وتكون معرضة للكسر فهذه الطريقة هي بترخي العضلات بشكل كبير وتكون نتائج العلاج الطبيعي جدا مفيدة ويحيانا بيرجعوا ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي يعني المريضة اللي عنده تيبس ما يقدر يعمل علاج طبيعي إلا يسوي العملية المفروض صح المفروض أو علاج دوائي بنفس الدواء اللي إحنا بنحطه على الحبل الشوكي طيب دكتور بالنسبة للجراحات اللي تخص الرعاشة والباركنسون يعني إحنا عادتنا دائما نشوف مرضى الباركنسون يلجأوا للعلاج الطبيعي للتغذية بعض الأحيان بس أول مرة أسمع أنه في جراحات ممكن تعمل لمرضى الباركنسون مرضى الباركنسون والرعاش مرضى يعني يكاد يكون شائع وغير شائع يعني شائع بمعنى موجودين هؤلاء المرضى بكثرة طيب غير شائع لأنه ما بيصيب إلا فئة معينة من الناس بعمر معين فهذا المرضى غالبا إحنا بنمشي معهم بخطوات علاجية عن طريق الفم بأدوية معينة هذه الأدوية بتكون فعالة ولكن إلى حد معين لوقت معين خمسة ستة عشر سنوات ماكسيمم بعد ما نتعدى هذا الفتر بتكون الأدوية زي ما بنقول بتسوي سايد أفكت اللي هي مضاعفات جانبية أكثر من فائدتها فإحنا ما نقدر نزود الجرعات إلى أحد معين فبنلجأ إلى الجراحة الجراحة هذه عبارة عن زراعة اقطاب معينة داخل الدماغ للمنطقة المسؤولة عن إفرازات الدوبامين اللي هو هرمون المسؤول عن تنسيق العضلة وحركتها لمرضى الباركنسون فبنزرع هذا الإقطاب في منطقتين اليمين واليساء وتكون موصلة بمنظم المنظم هذا يكون مزروع تحت الجلد في الصدر وبتسهل الحركة على المريض وبتخلي حركته إنسيابية وفي نفس الوقت الرعاش هذا بيهدأ تماما من اليد أو الرجل أو حتى اللسان أو الرعاش الداخل في ناس عندهم باركنسون يكون هو ما عنده الرعاش ظاهر قدامه ولكن هو يشعر به من الداخل فهذه كلها بتنتهي تماما طب ليش كثير من مرضى الباركنسون ما يلجأوا لهذه العملية هل في سيد فكت معينة هل هي المرضى معينين الحالات معينة في الباركنسون هذا السؤال له جوانب مرة كثيرة أول جانب هي التحويل تحويل أطباء العصاب إلى جراحين المخوة العصاب اللي هم إحنا فالتحويل دائما بيكون فيه مشكلة التحويل ما بيوصلون لهذه المرضى بشكل دائم لأن العدم معرفة أطباء المخوة العصاب بوجود هذه الخدمة هذه الشغلة الأولى الشغلة الثانية زي ما أنت تفضلت أنه ما عند الناس كثير يعرفوا أنه فيه جراحات الباركنسون كمرضى هما أنفسهم ما يعرفوا الثالثة اللي هي بما يتعلق بالأمور المادية لأن الجهاز نقدر نقول عنه شوي مكلف فما في ناس كثير عندهم مستطاعة أنهم يتكلفوا الأعمليات ناهيك عن التأمين التأمين عندنا فيه برضو دائما فيه بروتوكولات وإجراءات طويلة نمشي معيها في التأمين على أساس نأخذ الموافقة فهذه الخطوات الكثيرة التي نمر فيها مع المرضى أحياناً يتأخر أن المريض يحصل على هذا العلاج طيب ممتاز هو الباركنس سبحان الله دكتور ما أدري من أمراضي اللي أحس أنه يعني جداً يعني مؤلمة على المريض وعلى أهله وعلى نفسيته حتى يعني مو بس لأنه تغير حياة البنيادة تماماً يعني تماماً يعني لأنه ما بتأثر عليه هو كمريض بتأثر على مين حوله بتأثر على أحياناً بيكون هو المسؤول عن إعالة البيت هو المسؤول أو هي المسؤول عن القيام بشؤول البيت بشكل كامل خسارة هذا الفرد من المعادلة في البيت أو في المجتمع هي خسارة كبيرة وإحياناً يكون هذول الناس في قمة نشاطهم العملي فإنك أنت ما تعالجهم أو أنك أنت ما تعطيهم الأوبشن هذا أو الفرصة هذه أنهم هم يرجعوا لحياتهم الطبيعية بتكون يعني ما هي خسارة ترى على عائلة أو فرد أو هو شخصه على مجتمع بأسره نظبط طيب دكتور هنروح على جانب آخر اللي هو تحفيز الحبل الشوكي لو تقلت يعني زي ما تقول تشرح لنا إيش المشاكل اللي بتكون في الحبل الشوكي ومتى يحتاج لها في التحفيز طيب تحفيز الحبل الشوكي هو عبارة عن زراعة اقطاب سواء في الرقبة أو في أسفل الظهر لعمل لتخفيض نسبة اندفاع الإشارات العصبية إلى المنطقة اللي فيها ألم مزمن طبعا نحن بنزراها غالبا للناس اللي عندهم آلام مزمنة غير متحكم بيها ووصلوا إلى أدوية منها المورفين منها البثيدين منها الفنتانيل وهذه الأدوية الشديدة لمقاومة الألم فإحنا بنزراها لنبعد هذه الأدوية عن المريض وفي نفس الوقت نوقف إشارات الألم الناس كثير عندنا بيعانوا من عمل وعمليات كثيرة لأسفل الظهر عملية ثلاثة وأربعة وحتى خمسة هؤلاء الناس ما بيستجيبوا للعلاجات فإحنا بنزراها هذه الأقطاب لتهدئة الألم بشكل كامل بتكون نتائجها جدا مبهرة احنا هنا في المستشفى الآن حاليا بنعملها بشكل روتيني والآن نجحنا في أكثر من عملية والله الحمد وإن شاء الله نطمح أن هذا البرنامج جيكبر وفي نفس الوقت يكون يعني رفلكشن ويكون له صدق كبير ومفايدة كبيرة لكثير من الناس إن شاء الله ممتازة الله أعطيك العافية طيب وبنسبة مشاكل الورك كمان كثير بيسألوا عن مشاكل الورك الورك هو من المشاكل اللي يعني خلينا نقول هو مصاحب لألم الظهر وممكن يكون ألم يعني متفرد بحد ذاته فإحنا نسمي التهاب الورك أو التهاب مفصل الورك بالإنجليز نسميه ساكرو إلياك جوينت اللي هو المفصل اللي يربط العامود الفقري بأسره كاملا بالحوط فهو مفصل مرة مهم ويعتبر من أكبر مفاصل الجسم عادة هذا النفصل ما يتحرك إلا واحد ونص أو واحد فاصلة ستة ملي فهو مفصل غير متحرك ولكنه مفصل ثبات حركته تيجي أثناء الولادة فقط لما المرأة أثناء الولادة هذا لازم يتوسع بدرجة معينة على أساس أن الجنين يعبر من غير أي ضيق ولكن بالعموم هو مفصل غير متحرك فمتى ما تحرك عمل الألم متى يتحرك إذا واحد سقط إذا تعرض لإحتزازات كبيرة الناس اللي يمارسوا مثلا رياضات البر كثير اللي يطلعوا بالسيارات الناس اللي يمارسوا الدراجات النارية أنواع كثير من الرياضة فيها إحتزاز الأحصنة بيصير عندهم إحتزازات كبيرة أسفل الظهر وينتج عندناها آلام مركزة إما على اليمين أو اليسار أسفل الظهر ونحن نعرفها بالضغط بسيط على الورك المريض لا يقدر يتحمل على الضغط فنعرف أن هذا الألم ناتج عن هذه المرحلة أو هذا المكان علاجها بنسويه بالتبريد عادة بنحط إبر تبريدية على مفصل الحوض ثمانين درجة تحت الصفر بتبرد المنطقة بتهدي الأعصاب المتهيجة يرجع الإنسان إلى حياته الطبيعية أحيانا يكررها إذا تكرر الألم ولكن عادة ما تتكرر أكثر من مرتين ثلاثة والمريض بيتخلص من الألم بشكل كامل ممتاز جميل طيب إحنا في المسلشفة الترسمافقية دام نسعى أحدث التكنولوجيا في جميع التخصصات بالنسبة لجراحة المخ والعصاب إيش أحدث التكنولوجيا اللي عندنا هي الآن؟ أحد التكنولوجيا اللي إحنا شغالين عليها اللي هو اللي تكلمنا عليها في التحفيز الحبل الشوكي الآن إحنا إن شاء الله داخلين أو خلينا نقول الإيرا أو المرحلة الجديدة إنه إحنا بنجيب الروبوت إحنا في جراحة النوخ والعصاب دام نتكلم عن مليمترات وعن دقة عالية إحنا نبدأ الدقة هذه حققتنا تكون توصل لدرجة البرفكشن اللي هو درجة اللي هو لا خطأ زيرو خطأ وعلى أساس إحنا نوصل لهذه الدرجة الآن إحنا بنجيب الروبوت الروبوت الطبي اللي هو متخصص في جراحة المخ والعصاب سواء للمشاكل الأورام اللي في الدماغ أو مشاكل العمودة الفقري بالنسبة لأورام الدماغ الروبوت بيكون خاصة بالأورام الصغيرة اللي إحنا بنكتشفها عادة في البدايات وبما بنعمل لها عمليات عشان هي صغيرة الآن إحنا بنقدر نوصل لها عن طريق الروبوت وبليزر بنسوي لها عملية كي الكي هذه بيخلصنا منها بشكل إن شاء الله دائم إن شاء الله هذه التكنولوجيا الآن إحنا بادئين فيها وبإذننا لا تكون متوفرة هذا غير الدفينشي غير الدفينشي هذا موضوع مختلف لأنه إحنا خلص استحوذنا حصر التفاقية وحيصير فيه هذا في جراحات الثانية لها علاقة الزملائنا الثانية باليورولوجي يورولوجي وجراح العامة والقايني أظن والأوبية طيب النساء والولادة ولكن في جراحات ونوصل العصاب شوية لنا روبوت معين إحنا هل حيوصل اليوم أنه نستغني عن الجراحين والعمليات كلها تقام عن طريق الروبوت؟ غالبا لا لأنه ما حنقدر أو ما نقدر مثلا خلينا نقول إذا حطينا الموضوع على سيارة وبني آدم السيارة إنت عارف محل القطع فين بالتحديد ما حتتغير محل القطع الإنسان مختلف الإنسان الورم الواحد ممكن يكون فيه ستة سبعة أماكن مختلفة هو نفس الورم ولكنه في مكان مختلفة ممكن يتجي في أماكن ما تخطر على البال فلا يمكن تطبيق هذا في الفترة الحالية أن الذكاء الاصطناعي يحل محل الذكاء البشر الذكاء البشر مرن أنت تقدر تتأقلم مع الوضع تقدر تغير تقدر تغير الخطة في ثواني تقدر تفكر في كذا خطة في نفس الوقت الإنسان الآلي أو ما يقدر إلا أنه يعرف المحل بالتحديد فيروح له ويسويه البشر مختلفين كما قلت لك الدسك نفسه عند خروجه يخرج من الوسط أحيانا نخرج ثلاثة ملي يمين أحيانا نخرج لأقصى يمين أربعة خمسة ملي أحيانا نخرج ثلاثة أربعة سنتي هذه كلها ما تقدر أنت تتابعها ولا تقدر أنت تقيمها بروبوت وحتى ما حتى تقدر تتغفيه الروبوت اللي إحنا بنستخدمه إحنا اللي بنعطيه التوجيهات إحنا بنعطيه خطة كاملة إحنا في نمشي بناء على الخطة هو يتحرك أذق من يدنا ولكن الخطة هي من عندنا بالضبط فكتورياد فايزو شكرا على جهتك كانت حلقة جميلة وممتعة وإن شاء الله مزيد من الحلقات معك الله يسلمك شكرا شكرا